برجع مرة تانية إلى القصة المتفاعلة اللي بتدور أحداثها الآن وهي المؤتمر الصحفي الخاص بجبهة الإنقاذ لبحث مستقبلها في الحياة السياسية بينضم إلينا من هناك زميلنا مهاد الشرقاوي الذي يلتقي دكتور وحيد عبد المجيد الذي تم تنصيبه قبل لحظات متحدثا رسبيا وحيدا باسم جبهة الإنقاذ دكتور وحيد أهلا بحضرتك فضل مهاد أهلا بحضرتك أستاذ مونة أنا الآن متواجد أمام مقر حزب الوفد حيث انتهت منذ قليل مؤتمر جبهة الإنقاذ الذي أعلن فيه عن استمرار الجبهة لاستكمال خارطة الطريق ويشرفني أن يكون معي الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي الجديد باسم جبهة الإنقاذ أهلا بحضرتك دكتور وحيد أهلا وسهلا كنا نعرف من حضرتك ما توصل إيه لجبهة الإنقاذ من استمرار وأسباب الاستمرار كجبهة الإنقاذ الجبهة في اجتماعها اليوم كان موضوحها الرئيسي هو مستقبل الجبهة والقرار كان أن الجبهة لم تستكمل المهمات التي انشأت من عجلها حتى الآن وأنها مستمرة لاستكمال هذه الهدف لحماية المصار الديمقراطي وحقوق الإنسان في الفترة القادمة ولمواصلة العمل على مواجهة الإرهاب والعنف وطرح رؤية متكملة لتجمع بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتجمع بين ضمانات الحرية وضرورات الأمن بحيث لا تضغى ضرورات الأمن على ضمانات الحرية فكان فيه إجماع الحية على استمرار عمل الجبهة واستكمال مهامها خلال الفترة المقبلة وستبدأ من الغد في تفعيل هيكلها التنظيمي الذي كان قد توقف بدرجة أو بأخرى عن العمل خلال الفترة الماضية البيان أكد أن الجبهة سيتم عادة هيكلتها وعادة هيكلة التنظيمية داخل الجبهة هل سيتم انتخابات أم ماذا سيتم في المطاصب الشغيرة الفترة دي في الجبهة؟ المواقع الرئيسية في الجبهة بيتم شغلها بالتوافق بين العضاء والمواقع الأخرى في اللجان وفي المكتب التنفيذي بيتم شغلها من خلال ترشحات الأحزاب المكونة للجبهة بخصوص التحالفات البرلمانية وانتخابات البرلمان ماذا وصلتم إليها داخل الجبهة؟ لم يبحث هذا الموضوع اليوم كان فيه لجنة الانتخابات التابعة للجبهة عملت خلال الفترة الماضية على مدى عدة شهور لكن توقف عملها جزئيا في الفترة الماضية بسبب أنه لم يكن محسوما استمرار الجبهة من عدمه ستعود اللجنة إلى العمل مع باقي مكونات الجبهة لبحث موضوع الانتخابات البرلمانية في الفترة القادمة بخصوص الانتخابات الرئاسية هل تم التوافق على مرشح معين؟ وماذا لو ترشح الفريق السيسي أو المشير السيسي للرئاس؟ لا يعني عندما يوجد مرشحون ويقدمون برامج محددة ستبحث الجبهة الموقف من هؤلاء المرشحين وتحدد موقفها في حينه وفقا للتوجهات والبرامج التي سيعلها العمل الانتخابات البرلمانية رأيكم أنها تكون الفردي أم المختلط؟ الاتجاه الغالب في الجبهة يميل إلى النظام المختلط ولدينا رؤية بشأن نظام انتخابي مختلط لكن من نوع جديد طرحناها في الفترة الماضية وسنعيد طرحها في الأيام القادمة شكرا بأشكر دكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ الذي شرفني الآن معي على الهواء وممكن عودة إلى حضرتك مرة أخرى في السوديو أستاذا مونة شكرا جزيلا لك مهاد ولضيفك دكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ ومشاهدين